ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جئتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا المسلمون في سورة الفاتحة سألوا ربهم قالوا اهدنا الصراط المستقيم في سورة البقرة قال لهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هم قالوا في الفاتحة يا رب اهدنا فقال لهم في البقرة هذا الكتاب هو كتاب هداية اتبعوه فتكونوا من المهتدين هذا الكتاب أيها الإخوة تكلم عن علاقة الإنسان مع ربه فردا وتكلم عن العلاقة الأسرية كيف نبني أسرة صحيحة وتكلم عن العلاقات في المجتمع وتكلم عن العلاقات الدولية كل هذا تجدونه في الإسلام والإسلام دين مثالي وواقعي ينهى الإسلام عن الأذى وينهى عن الإساءة للآخرين وينهى عن القتل هذا مثالية لكنه في الواقع العملي يعلم بأن أناسا تزل أقدامهم فيسيئون إلى إخوانهم أو إلى جيرانهم أو إلى غيرهم من المؤمنين وربما زلت قدم امرئ نسأل الله السلامة فوقع في دم حرم فماذا يفعل؟ القرآن الكريم يحدثنا عن مسألة القتل وهي من أكبر الذنوب الإيمان أيها الإخوة مأخوذ من الأمن ما معنى مجتمع مؤمن؟ ما معنى رجل مؤمن؟ ما معنى إمرأة مؤمنة؟ هو المجتمع الذي يأمن فيه الناس على أرواحهم ويأمن فيه الناس على أعراضهم ويأمن فيه الناس على أموالهم ويأمن فيه الناس على أديانهم ويأمن فيه الناس على أولادهم أصلاً الإسلام جاء لحفظ الضرورات الخمس كما يقول العلماء كل آيات القرآن كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ هذه الضرورات مع الحاجيات والتكميليات أما الضرورات الخمس فهي حفظ نفسي لذلك حرم الإسلام القتل وحرم الإسلام الانتحار وحرم الإسلام عدم تناول الأدوية إذا كان عدم التناول الأدوية مهلكاً حتماً فالإسلام جاء لحفظ النفس وجاء لحفظ العرض لذلك حرم الإسلام الزنا لذلك حرم الإسلام الفواحش لذلك حرم الإسلام التبرج لذلك حرم الإسلام إثارة الشهوات لأنه جاء أصلاً لحفظ العرض جاء لحفظ النفس وجاء لحفظ العرض وجاء لحفظ المال لذلك حرم الإسلام السرقة وحرم الإسلام إطلاف المال قال إذا واحد معه مصاري وحب يحرأه بجوز ما بجوز لو قال أخي دون مصري الإسلام جاء لحفظ المال وجاء الإسلام لحفظ الدين الشرائع والشريعة جاء الإسلام ليحفظه وجاء الإسلام لحفظ العقل لشان هيك حرم الخمر وحرم المخدرات بس هذا الدين المثالي الإسلام والسلم مأخوذان من مصدر لغوي واحد في المجتمع المسلم الناس في سلام سلام على أنفسهم وسلام على أموالهم وسلام على أعراضهم وسلام على عقولهم وسلام على دينهم والإيمان والأمن مشتقان من مصدر لغوي واحد لذلك المجتمع المؤمن يأمن الناس فيه على أنفسهم ويأمنون على أعراضهم ويأمنون على أموالهم ويأمنون على دينهم ويأمنون على عقولهم لكن هذا الدين الذي هو إيمان وهو إسلام مع مثاليته هذه جعل مادة متعلقة لو زلت قدم أحد وقتل فهذه الآيات تتحدث عن القتل سواء كان قتلا خطأا نسأل الله السلام وسواء كان قتلا عمدا قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا لا يتصور في هذا الدين لا يخطر على بال مؤمن لا يكون واردا لا عقلا ولا شرعا ولا شعورا أن يقتل مؤمن مؤمنا إن هذا الدين جاء في أول ضروراته لحفظ الحياة فكيف لمؤمن آمن بهذا الدين كيف لمسلم أسلم بهذا الدين أن يزهق روح إنسان مؤمن متعمدان أو أن يزهق روح نفسه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ لكن الخطأ أحيانا يحدث نسأل الله السلام واحد عن بسوء سيارة غفيلة فمر إنسان عن بيقطع الشارع فضربه بالسيارة حدث أن هذا الرجل مات هذا قتل لكنه قتل خطأ وليس قتلا متعمدا أحيانا إنسان بيكون قاعد على البرندة تبعه بحركة معينة في أصيس من الزرائع الخضراء ضرب هذا الأصيس وعيت لزريعة في طريق إنسان يمر فسقطت عليه هذه شأفة لزريعة فحدث أن مات هذا الذي رمى هذه القطعة من الزرع هذا قاتل بس بالخطأ ليس متعمدا قال الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً نسأل الله السلام اللهم لا تجعل أذية أحد من عبادك على أيدينا في دعاء أهل الشام بيدعوه إذا واحد اشترى سيارة جديدة وشافر فيه أو أخوه أو أريبه بإله الله يعطيك خيرا ويصرف عنك شرها ويكفيك شرها لأن هذه السيارة فعلا لها شرور واحد من شرورها ممكن أن نسأل الله السلام أن يدوس إنساناً وسيبقى طيلة عمره متألم ولا ينسى هذا الموقف لأنه مؤمن قال الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً طيب من فعل هذه الفعلة ماذا يفعل؟ قال وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً عليه دية وعليه كفارة أما كفارته فتحرير رقبة مؤمنة كما أنه أخرج من المجتمع الإسلامي رجلاً مسلماً إنساناً مسلماً طفلاً مسلماً امرأة مسلمة فينبغي عليه أن يدخل إلى المجتمع الإسلامي نفساً مسلمة مؤمنة لذلك يحرر عبداً كان عبداً فيصير حراً يدفع ثمنه ويحرره قال فتحرير رقبة مؤمنة أي واحد ودية مسلمة إلى أهله لابد أن تعطي أهل هذا المقتول بالخطأ الدية والدية هي مئة من الإبل مئة جمل الجمل تقريباً حقه عشر مليون المئة حقه مليار فلابد أن يعطيه ما يساوي مليار ليرة سورية إلا أن يصدقوا إلا إذا سامحوا أنه أنا والله موحيلتي مليار كل إذا تنفضوني ويبيع بيتي ويبيع كل شيء ما بيطلعوا مليار فإذا رضوا أن يأخذوا عشر مليون إذا رضوا أن يأخذوا خمسين مليون إذا رضوا أن يأخذوا واحد مليون إذا رضوا أن يسامحوه قالوا له أخي ما بدنا منك شيء ونحن نسأل العوض من الله عز وجل إذا تصدقوا فالأمر له نحن الآن بدنا بيجي وجهاء من أهل هذا الذي قتل خطأ ويذهب إلى وجهاء من أهل القتيل الخطأ مع أهلهم ويقول يا أخي أنتم لكم عندنا دية بس هذا الرجل الذي دهس بالسيارة ليس متعمدان والرجل ما عنده هذا المبلغ وهو مطلوب أن يدفع هذا المبلغ هو وعاقلته من عاقلته الذكور الذين يتصلون به من أسرته يعني أبوه عمه أولاد عمه جده أبناؤه أحفاده بدون كلهم يجتمعوا يدفعوا هذا المليار أو يدفعون هذا الرقم الكبير طيب شو دخلوا هذه العائلة هلأ نحن أيها الإخوة الإسلام يدعو إلى التكافل والترابط مو يدعونا إلى صلة الرحم مثل ما يدعوني إلى صلة الرحم لا سمح الله إذا صار معه طارئ لابد لهذه العاقلة أن تساعده وأن تسانده وفي هذا الأمر انتباه يا شباب ويا رجال ويا أخوات ما أحد يستسهل أنه أنا يا أخي بدي سوء السيارة لما معي شهادة إذا لم تكن خبيرا يا أخي إذا لا سمح الله صار هذه الحادث ستبقى طيلة عمرك في ألم لا يتهورن شاب والله بسوائد سيارة أنه والله أنا بسوء وبدون ما حط إيديي على الدركسيون وبدون ما حط أقدامي على الدبرياج أو على الأفرام يا أخي لو صار طارئ ستقع في حرش شديد لأن أرواح الناس ليست يعني العوبة بأيدي الناس الآخرين وستبقى أنت منزعج طيلة حياتك يا شباب ما أحد مرات اثنين رفعات يعني يخرجون في سياراتهم ويتنافسون في السباق أو يتنافسون في الصدام طيب يا أخي لو صار أمر طارئ ستبقى طيلة عمرك يعني في ألم شديد واعلم بأن الكفارة والديا أمر كبير شديد كثير يعني ستغرم نفسك وتغرم من حولك قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا الآن في آخر الآيات سيأتي فمن لم يجد الآن ما في رقاب ما في عتق رقاب ما في نظام عبودية ماذا سأفعل؟ قال فصيام شهرين متتابعين فهلأ نسأل الله السلام من قتل مؤمنا خطأا بده يصوم ستين يوما متتابعين وبده يدفع الدية لأهل هذا القتيل والعلماء يقولون لو أنه أفطر في اليوم 58 بده يرجع من الواحد ولا تقطع هذا التتابع إلا بمرض شديد مثلا مرض مرضا شديدا فتوقف بس يخلص المرض بده يكمل الستين يوما هذه صورة إذا قتل مؤمنا في المجتمع الإسلامي قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة هذه صورة تانية إذا كنتم تحاربون قوما من أعدائكم فقتلتم منهم مؤمنا وأنتم لا تعلمون أنه مؤمن يعني في مؤمن أقام بين الأعداء وهؤلاء الأعداء يقاتلوننا وقتل إنسان مؤمن منا إنسانا مؤمنا منهم ونحن لا نعلم قال فتحرير رقبة مؤمنة بس ما منعطي دية لأهله لأن أهله محاربون حتى لا يستقوا بهذا المال على محاربة المسلمين وإنما فقط من قتله خطأا هو لا يعلم بأنه مؤمن عليه أن يحرر رقبة مؤمني ما في الآن تحرير رقبة يصوم ستين يوما الصورة الثالثة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ إذا إنسان ليس مؤمنا ليس مسلما بس هو بين بلدنا وبين بلده عهد جاء إلى بلدنا بالعهد دخل إلى بلدنا بالإئتمان الدولي أعططه أمانا أن يدخل إلى البلد فجاء إنسان مؤمن لا سمح الله وقتله خطأا قال هذا يعامل مثل معاملة الإنسان المؤمن حتى لو كان ليس مؤمنا حتى لو كان ليس مسلما لكنه يعامل معاملة الإنسان المسلم إذا مسلم دهس بسيارته إنسانا معاهدا ليس مسلما ولا مؤمنا لكن هو مأذون له أن يدخل البلد وقتله بالخطأ قال الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنا مثل المؤمن إذا قتل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما هذا كله في القتل الخطأ في الصور الثلاث الآن في القتل العمل قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه طرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما كان سيدنا عبد الله بن عباس لهذه الآية يقول ليس للقاتل توبة إذا إنسان يقتل إنسانا مؤمنا متعمدا لا توبة له لأن الله تعالى يقول جزاؤه جهنم خالدا فيها أي واحد وغضب الله عليه هاي اثنين ولعنه هاي ثلاثة وأعد له عذابا عظيما فابن عباس يقول كيف يكون له توبة هذا القاتل نسأل الله سلام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأله سائل فقال يا أبا العباس هل للقاتل من توبة فقال ابن عباس كالمعجب من شأنه ماذا تقول شو عم تقول قال فأعاد عليه مرة ثانية هل للقاتل من توبة واحد قتل مؤمنا متعمدا ولا بده يتوب ابن عباس قال له ماذا تقول رد أعاد عليه مرة ثالثة قال ماذا تقول ثم قال ابن عباس سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول متعلقاً رأسه بإحدى يديه متلبباً قاتله باليد الأخرى ماسك قاتله بيده الأخرى وباليد الأولى رأسه مدلة قال تشخب أوداجه دماً أعرؤ هذا المقتول عم تنفر دم حتى يأتي به العرش فيقول المقتول لرب العالمين هذا قتلني يا رب هذا قتلني فيقول الله عز وجل للقاتل تعسته ويذهب به إلى النار نسأل الله سنة يا أخوان من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يوجد أخطر من هذا التهديد كما سمعتم في آيات القرآن الكريم من هنا سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول ليس للقاتل توبة لكن جمهور العلماء قالوا لا يوجد للقاتل توبة لأن الله تعالى يقول في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يغفر أن يشرك به لكن ما دون الشرك قال يغفر الله تعالى لمن يشاء والله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فالآية عم تقول إلا من تاب وآمن وهذه الآية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجمهور العلماء قالوا للقاتل توبة إذا تاب القاتل وصدق في توبته نعم له توبة عليه طبعا أن يسلم نفسه للقصاص فيقتل به أو أن يعفو أهل المقتول فيأخذون منه الدية وبهناك عليه أن يدفع دية وعليه أن يصوم ستين يوما الآن ابن عباس قال طيب ما ردكم على هذه الآية الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما قالوا هذه الآية في من استحل القتل يعني في من كان يعتقد بأنه يجب أن يقتل المؤمنين وهذا خلاف القرآن الكريم فهذا ليس مؤمنا فله هذا العقاب أو أن هذا في من لم يتوب قالوا طيب ما قولكم في قول الله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها الله يقول خالدا فيها لو كان له توبة إذن سيخرج من النار التائبون يخرجون من النار قال هذا المراد بخالدا فيها يعني أنه يلبث فيها مدة طويلة فما عليه جماهير العلماء أن القاتل نسأل الله السلام العمد إذا تاب وصدق في توبته وأسلم نفسه للقصاص أو عفى عنه أهل المقتول وصدق في التوبة في الإقبال على الله تعالى فإن الله تعالى يتوب عليه ثم قال القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا ولا زالت الآيات تتحدث عن قتل النفس التي حرم الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يعني خرجتم مجاهدين فتبينوا ديروا بالكم أن تقتلوا أناسا من أهل الإيمان ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إذا لقيتم إنسانا وقال لكم إنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول كلمة الإسلام أو ألقى عليكم السلام فلا تقولوا له أنت لست مؤمن وإنما قلت هذه الكلمة تعوذا فتقتلونه تبتغون عرض الحياة الدنيا في معه غل معه مصاري تريدون أن تأخذوها فعند الله مغانم كثيرة ثم قال القرآن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أنتم أصلاً قبل الإسلام كنتم غير مؤمنين وغير مسلمين من الله تعالى عليكم بالإيمان والإسلام ولو أن المسلمين قالوا لكم أكيد أنتم تكذبون وأكيد أنتم لستم صادقين في الإيمان لقتل الناس جميعاً أو أكثرهم قال فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً أريد أيها الإخوة في نهاية هذه الصحيفة من القرآن الكريم أن أقرأ عليكم حق الحياة في الشريعة الإسلامية يقول الدكتور وهب الزحيلي رحمه الله تعالى حق الحياة هو هبة من الله تعالى والذي أجمعت جميع الشرائع والأديان على تقديسه واحترامه وحفظه ورعايته وحرمت الاعتداء على صاحبه تحريماً قطعياً وإننا لا نجد مثل هذا التقديس والصون نظرياً وعملياً في غير القرآن المجيد حين يعلن أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً نسأل الله السلام اللي بيأتلوا الواحد من غير حق كأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً وقرر القرآن عقوبة الحد والقصاص على قاتل النفس عمداً ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً وأبان القرآن ضرورة القصاص وحكمته وأنه بتطبيقه حياة مجتمع ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وجعل القرآن القصاص حقاً يتساوى فيه جميع الناس فيقتل العالم بالجاهل نسأل الله السلام لو واحد عالم قتل جاهلاً يقتل به لا يقال يا أخي هذا جاهل وهذا عالم روحه أغلى من روحه لا الأرواح واحدة ويقتل الشريف بالوضيع ويقتل العاقل بالمجنون والكبير بالصغير والرجل بالمرأة والمسلم بغير المسلم كما صرح علماء الحنفية عملاً بقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فالواجب توقير هذا الحق وتوفيره لكل إنسان والحكومة والدول والشعوب والأفراد مسؤولون جميعاً عن تأمين حق الحياة لجميع الأفراد والجماعات ومسؤولون عن تموين الأرزاق وحماية المنتجات وعقاب المحتكرين وإلا انتشر البؤس وأودى إلى موت بين الناس ومن مستلزمات صون حق الحياة بالمعنى العام إباحة الدفاع عن النفس لماذا الإسلام أباح الإنسان أن يدافع عن نفسه إذا اعتدى عليه معتدين لكي يحافظ على الحياة من ذلك إباحة الدفاع عن النفس والعرض والمال والدين والوطن ويقتضي حق الحياة تحريم الاعتداء على النفس والتمثيل بالقتل حتى في حال الحرب مع الأعداء ما بيجوز بالإسلام حتى عدو ويحاربني إذا قتل أن يمثل به ويقتضي تحريم الانتحار ما بيصير واحد أخي يقول أنها هي حياتي وما عن بئسي حدا وأنا ما بدي كمّل عيشي محرم لا يجوز أن يقتل إنسان لا نفسه ولا أن يقتل غيره وتحريم الانتحار والعقاب عليه في الآخرة وتحريم المبارزة تسمعون أحيانا في ألعاب الرياضية موجودة في الغرب يدخل شخصان إلى غرفة مغلقة مصارعان يقاتل أحدهم الآخر المقتول هو المهزوم والقاتل هو الفائز ويصفق من يصفق ويصفر من يصفر ويتراهن من يتراهن هذا محرم المبارزة بالصيوف ممكن أن تقتل إنسانا هذه محرمة الاقتتال بين شخصين لإثبات الحق إلا في حالة الحرب مبارز ما عدو يكون ويقتضي تحريم الإذن بالقتل مرات واحد ما بيقتل بس بيأذن يأذن بالقتل إنه أخي ما عليش تعال اقتلني أنا ما عد بدي أكمل هالعيش لا يجوز أن يقتل ولا يجوز أن يأذن بالقتل ويقتضي تحريم الاشتراك في القتل لو أن قرية اشتركت في قتل إنسان لقتص منهم لأن الإنسان لا يملك نفسه أو أعضائه وإنما هو ملك لله الخالق الموجن بل ولا يصلح الإذن بالقتل أو الرضا به شبه لدرء العقوبة قال وقد يصبح حق الحياة واجبا إذا تعرضت النفس للضرر فيجب على صاحبها صونها والحفاظ عليها بالأكل والشرب واللباس هلأ بالصيام إذا واحد أغمي عليه شو الحكم؟ يجب أن يأكل أذن له الشرع أن يأكل وأن يشرب إذا واحد رجل طاع في السن وقال له الطبيب يا عم أنت لا تصوم إذا صمت ستهلك نفسك يجب عليه شرعا أن يأكل ويحرم عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب لأنه إذا تيقن أنه سيزهق روحه ومن أحكام حق الحياة أيضا منع الاعتداء على الجنين الإجهاد وذلك منذ اللحظة الأولى عند بدء تكون الجنين في اتجاه فقهي عظيم عند المالكية والظاهرية عند المالكية والظاهرية من أول لحظة من لحظات الحياة يحرم الإجهاد عند غيرهم عند بث الروح في الأربعين يوما أو في غير ذلك بس مهما يكون كل هذه المفردات أيها الإخوة من أجل أن نحافظ على حق الحياة للناس عامة ختاما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء نسأل الله السلام يا رب لا تجعل حق لعبد من العباد في رقابنا ولا تجعل لمظلم لعبد من عبادك عندنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله وعن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة فقال ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك حرمة هذا المؤمن أعظم من حرمة الكعبة وهكذا أيها الإخوة أحاديث كثيرة ذكرها الإمام المنذري في الترغيب والترهيب يتحدث فيها عن الترهيب من القتل أو الاعتداء على الآخرين أو الاشتراك في القتل وهذه آيات القرآن تحرم وهذا هو دين الإسلامي وهذا هو دين المؤمن الذي سأل ربه أن يهديه صراطاً مستقيماً فالصراط المستقيم فيما سمعتهم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر